يقول شخص من الصم يعيش في أوروبا يقول يريد أن يفتح مقهى لتقديم الشيشة يقول لكن سأخصصه لغير المسلمين هل يجوز هذا؟ الجواب لا يحرم عليك أن تفتح محل بمثل هذه الطريقة لأنك أنت تتعامل مع الآخرين بعقيدتك لا بعقيدتهم وبأخلاقك لا بأخلاق الآخرين وبمبادئك لا بمبادئ الآخرين وقد ذكر الأطبة أن التدخيل لا سيما الشيشة سبب من أسباب جملة كبيرة من الأمراض ومن أشدها وأفتكها السرطانات عافنا الله وإياكم ولذلك الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار وأيضا جاء في قول الله عز وجل وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ما يدل على هذا المعنى ولذلك فيه وفيات يعني بأعداد كبيرة جدا بسبب مثل هذا التعاطي للشيشة ويدكرون الآن بأن أكثر الناس إصابة في كورونا هم المدخنون لماذا؟ لأن الجهاز التنفسي عندهم غير سليم و الفيروس هذا لما يدخل إلى الجسم يختار أضعف عضو في الجسم ويضربه نسأل الله العافية فإذا كانت الرئتين منخولتين بسبب الدخان و بسبب الشيشة طبيعي جدا أن يتأثر صاحب يعني الذي يتعاطى الشيشة أو يشرب الدخان ولذلك أخي الفاضل أنت تتعامل بعقيدتك فما يجوز لك أنك والله تقول أنا أريد أن أفتح محل بيع الخمر لغير المسلمين مثلا أفتح شيشة لغير المسلمين تتعامل بعقيدة لأنك أن تكسب من هذا الشيء و يجب على المسلم في أي مصر و في أي عصر و في أي زمان و في أي مكان أن يختار أشرف الوظائف و أشرف التجارات و أشرف الحرف حتى يغذي نفسه و زوجته و أولاده و من يعول الرزق الحلال الطيب ترجمة نانسي قنقر